أيها الأحبة الكرام نجدد الترخب بكم إلى هذا العرض الخاص بتأطير حجاج بيت الله الحرام نحن الآن نجتمع في قاعة كبيرة تضم العشرات من حجاج بيت الله الحرام وبين أيدينا مجسم للكعبة المشرفة مجسم صغير على شكل الكعبة المشرفة وحولها مقام إبراهيم وهناك الحجر الأسود وسوف نبدأ بحمل الله تعالى بعملية التأطير للحج لكن قبل ذلك نريد أن ننبه أحبابنا الكرام أستاذ الحجاج أن رحلتنا التي ستكون إن شاء الله تعالى في اليوم الغد ستكون موجهة مباشرة إلى المدينة المنورة والمدينة المنورة ليس فيها الحج ولا مشاعر الحج وإنما هي زيارة مباركة مكرمة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدا صباحا سوف نقل عبر الطائرات حاملين حقائبنا لابسين لبسنا العادي متوجهين إلى مطار محمد الخامس ومن تم إلى نصل بإذن الله الواحد الأحد إلى مطار جدة بل إلى مطار المدينة المنورة لأن هذه الفئات من الحجاج الأوائل يذهبون أول مرة مباشرة إلى المدينة المنورة وفيما بعد الحجاج سوف يتجهون إلى مكة المكرمة نحن بإذن الله ضمن الحجاج الأوائل رحلتنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما نصل هناك سوف نفاجأ بأجواء ربانية أجواء نورانية أجواء كلها مفعمة بالخير في المدينة المنورة لما نصل بإذن الله الواحد الأحد سوف نطمئن على أمتعتنا وندخل إلى غرفنا نأخذ قسطا من الرحة ونلبس أجوذ الثياب ونتعطر ونتزين ثم نخرج إلى المسجد النبوي الشريف ونبدأ بتقديم التحية والسلام لصاحب المدينة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ندخل إن شاء الله من باب السلام ثم نصل إلى القبر النبوي الشريف وهناك نقف مباشرة وجها لوجه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أثاك اليقين ثم نرفع أيدينا إلى السماء وندعو الله بالرحمة والمغفرة وأن يكون شفيعا لنا يوم القيامة وأن نكون بجواره في جنات الفردوس نحن وأباءنا وأمهاتنا وكل أحبابنا وأهلنا اللهم أمين يا رب ثم نخطو خطوة إلى الأمام فنجد قبر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ونسلم عليه السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين اللهم جازه عنا وعن الإسلام خير الجزاء ونرفع أيدينا السماء وندعو الله تعالى ثم نخطو خطوات إلى الأمام فنجد قبر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونسلم عليه كذلك ونقول السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله اللهم يا ربي يا كريم جازي عنا سيدنا عمر خير الجزاء لما قام به من أعمال في الفتحات الإسلامية وكان حبيب الفقراء والمساكين وكان يكسب المعدوم وينصر الضعيف وأعز الله به الإسلام والمسلمين اللهم جازي عنا خير الجزاء وهكذا ننصرف من باب السلام وإذا أردنا أن نمكث هناك قليلا في الروضة الشريفة نصلي فيها ركعتين لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين قبر وبين منبر روضة من رياض الجنة نصلي ركعتين خفيفتين وكأننا في الجنة ونعرف مقام الروضة الشريفة باللون الأخضر فكل فراش المسجد النبوي الشريف كله أحمر إلا الروضة الشريفة ثم بعد ذلك نخرج من الباب ونحن نخرج من الباب ونذهب إلى المسجد لحضور الصلاوات الخمس في وقتها لأن الصلاة في المسجد النبوي تعدل ألف صلاة وفي المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة وفي المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة وفي بقية مساجد البلاد العامة فصلة الفرد ومع الجماعة سبع وعشرين درجة أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصلاة في وقتها دوما مع الجماعة ثم بعد ذلك أيها الأحبة الكرام سوف نقوم بزيارة منتظمة إلى أهم المآثر التاريخية المتواجدة بالمدينة المنورة سنبدأها بمسجد قباء ومسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما من مكة المكرمة وحينما أشرف على حدود المدينة ربنا سبحانه وتعالى أمره ببناء ذلك المسجد حيث بركت الناقة وقال إنها مأمورة وتعاون على بنائه الأنصار والمهاجرون أول مسجد في الإسلام فضله أن صلاة ركعتين فيه تعديل عمرة إن شاء الله سوف نزره ضحا ونصلي ركعتين بمثابة عمرة ومن أرد أن يزيد أربعاً وستاً وثمانية وأكثر من ذلك كله خير وفضل خصوصاً إذا طلب منك أحدهم أن تؤدي عليه عمرة وتعذر عليك على الأقل على الأقل أن تصلي له ركعتين في ذلك المقام الشريف وتنوي ثوابهما إليه وربنا يجازي خير الجزاء ثم بعد ذلك سوف نزور مسجد ذي القبلتين وهو مسجد مبارك عظيم هذا المسجد هو الذي كانت فيه الصلاة في أول الأمر في اتجاه بيت المقدس في فلسطين وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون القبلة في اتجاه الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم الخليل عليه السلام لكن آنذاك المشركون كانوا قد أحطوها وعمروها بالأصنام والأوثان ولكن فيما بعد أذن ربنا سبحانه وتعالى بتغيير القبلة فنزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فمن تم استدار المسلمون من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وسمي ذلك المسجد المسجد للقبلتين كان في الظهر سلوا ركعتين نحو بيت المقدس وركعتين التاليتين نحو بيت الله الحرام وفرح المسلمون أن داك فرحا شديدا حينما صارت القبلة هي الكعبة المشرفة وهي بقيت إلى يومنا هذا وستبقى إلى قيام الساعة هذين مسجدين عظمين لا بد أن نقوم بزيارتهما ثم بعد ذلك أيها الأحبة والكرام سوف نقوم بزيارة المقبرة شهداء أحد وهي بجانب جبل أحد العظيم هذه المقبرة التي دفن فيها أزيد من سبعين صحابي جليل في مقدمتهم أسد الله حمز بن عبد المطلب هؤلاء ضحوا بأنفسهم وبدمائهم وأرواحهم من أجل إعلاء كلمة الله نزور هذه المقبرة ونقول سلام عليكم أهل قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في واسع رحمته ولباس أن نطلع على جبل أحد ونطلع كذلك على المآتر التي حوله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جبل أحد يحبنا ونحبه وكذلك أيها الأحباب الكرام ننظر في المكان المعركة التي دارت بين المشركين والمسلمين ومنى فيها المسلمون بهزيمة وكانت فيها دروس وعبار مستخلصة ونطلع على جبل الرمات الذي كان يصعد فوقه المسلمون ثم تركوه ومن ثم جاءتهم الهزيمة وندعو الله تعالى بأن يرحم شهداء أحد ونتأمل في هذا الملكوت بعد ذلك نقوم بزيارة إلى مقبرة البقيع وهي بجوار المسجد النبوي الشريف مقبرة عظيمة تضم رفاة جيل الصحابة من الأنصار والمهاجرين أكثر من عشرة آلاف صحابي وأيضا فيهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن إلا خديجة بنت خويلد أم المؤمنين التي دفنت بمكة المكرمة لأنها ماتت قبل الهجرة وأيضا هناك الإمام مالك ابن أنس مدفون هناك وخيرة العلماء الأجل نزور هذه المقبرة ونقول سلام عليكم أهل قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون كذلك أيها الأحبة الكرام بعد هذه الزيارات هناك أماكن أخرى من المآثر التاريخية يزورها الناس ويتكلفون وليس فيها فضل ولا أجر ولا تواب منها المساجد السبعة ومنها مآثر أخرى يزورها مسلمون على المذهب الشيعي لا داعي لكي نتعب أنفسنا لأن هذه الزيارات ليس فيها فضل ولا أجر من حيث التواب وغير ثابتة في السنة النبوية الشريفة ونحرص دوما خلال إقامتنا بالمدينة المنورة أن نصلي الصلوات الخمس في المسجد وأن نحضر مجالس الذكر ودروس العلمية التي تعقد هنا وهناك في الكراسي عند مشايخ أجلاء في فقه الحديث وفقه التفسير وفي التوحيد والعقيدة وفي السيرة النبوية وفي أحكام الحج وغيرها من المواضيع وكذلك نقتنس الفرصة لزيارة بعض المزارع لاقتناء الثمور هناك مزارع كثيرة وجميلة ورائعة تزدان بها المدينة المنورة فيها أشكال وأنواع غريبة ورائعة من الثمور نقتني منها هدايا للأحباب والمقربين في المغرب ونبقى هناك نكثر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله في المدينة المنورة لأن هذه المدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نكثر فيها الدعاء ونكثر فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم نبقى في هذه البقعة الطاهرة إلى أن يخبرنا المؤطرون الإذاريون أننا سوف نرحل إلى مكة المكرمة آنذاك الأحب الكرام نقوم بالاستعداد للعمرة نحن سوف ندخل بالتمتع لأن الحج إما يكون بالتمتع وإما بالإفراد وإما بالقران أسهلها وأيسرها هو التمتع سوف نحرم من مقر إقامتنا بالمدينة المنورة ندخل إلى غرفتنا وهناك نقلم الأظافر ونحلق العانى ونحلق الإبطين ونتنظف ونغتسل بالماء والصابون ونتوضأ وضوءا جيدا هذا الوضوء وهذا الاستحمام رائع لأنه خاص بالإحرام ثم بعد ذلك نلبس الإحرام بعد أن نزيل كل مخيط ومحيط حولنا فقط نكتفي بإزار ورداء ونحزم الرداء الرداء بالإزار نحزمه بصمتة تكون قوية تباع هناك خاصة بالإحرام ليس فيها خيط وبعد ذلك سوف نبدأ في الإحرام هو أن نصلي ركعتين للإحرام الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد وبعد ذلك نقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ونخرج في الحافلة إلى أبيار علي في حدود المدينة المنورة مع جموع المسلمين والمسلمات ذلك هو مقام الإحرام نحرم من هناك قد نصلي الركعتين في غرفنا بالفندق وقد نصليها في أبيار علي ثم بعد ذلك نرفع أصواتنا بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ونمضي بأمر الله تعالى ونحن نسير في الطريق من المدينة في اتجاه مكة المكرمة كل أعمالنا ذكر وابتغال وتهليل لله عز وجل أكثر من 54 كيلومتر أو حوالي 500 كيلومتر إلى أن نصل إلى مكة المكرمة ونحن محرمين رافعين أصواتنا بالتلبية حينما نصل إلى مكة المكرمة ونطمئن على أمتعتنا ونستقر في غرفنا ونسترح قليلا بعد ذلك نختار وقتا مناسبا لأداء العمرة ونخرج مع المجموعة دينا نشوف نظام وانتظام نختار وقت مكشف حر الشمس إما بعد منتصف الليل وإما بعد الفجر حسب المتفق عليه ونسير إلى أن نصل إلى باب السلام وندخل إلى الحرم الشريف وحينما نفاجأ بالكعبة المشرفة وما أعظمها من حاله أنا ذاك نقول الدعاء المأتور اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيم وزد منزاره أو اعتمره تشريفا وتكريما وبهابة وبر ونبدأ من الحجر الأسود هناك علامة خضراء هي العلامة الحجر الأسود من بعيد نشير إليه ونبدأ من هناك ونقول بسم الله اللهم إيمانا بك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ الطواف حول الكعبة المشرفة مهللين ومكبرين ومسبحين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ربنا جئناك من بلاد بعيدة تركنا أهلنا وأحبابنا وأقاربنا وجئنا إليك منيبين ممتهلين اللهم اغفر لنا وليعبادك المؤمنين حتى نصل إلى الملتزم وإلى الركن اليماني ونقول الآية المأثورة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونبقى على الدعاء إلى أن نصل مرة أخرى إلى الركن اليماني ونجدد التحية للركن اليماني بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبقى هاكد سبعة أشواط حتى نتمها ثم لما نفرغ نصلي ركعتين عند مقام إبراهيم بهذه الطريقة نصلي ركعتين واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم بعد ذلك نسترح قليلا ونشرب من ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له ثم نتوجه نحو الصفا والمروة ونبدأ من الصفا مهللين مكبرين رافعين أيدينا إلى السماء نقول الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده ثم ننطلق أيها الأحبة الكرام في اتجاه المروة نحن مهللين مكبرين ونحن مهللين مكبرين ولما نصل إلى العالم الأخضر الرجال يرملون يهرولون قائلين ربي اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ونسير هكذا حتى نصل إلى المروة بعد ذلك أيها الأحبة الكرام نقف عند جبل المروة ونرفع أيدينا إلى السماء وندعو الله تعالى ونحن ننظر إلى الكعبة المشرفة ندعو بالخير لأبنائنا وأهلنا وأحبابنا ثم نعود من المروة إلى الصفا ونقول كما قلنا بأول الأمر عندنا أربع وقفات عند الصفا وأربع وقفات عند المروة ونكرر نفس الأمر كل أوقاتنا بالذكر والابتغال والتضرع والانكسار بين يدي الله وحينما ننتهي سوف نقوم بالحلق هذا الحلق هو حلق العمرة إما التقصير أو الحلق هناك محلات للحلاقة نجدها قريبا من ذلك المقام والنساء حينما يدخلنا إلى الفندق وتغلق عليها غرفتها تزيل عنها الذرة وتجمع الضفير اليمنى وتأخذ منها قيد أنم له وتجمع الضفير الثانية في اليسرى وتأخذ منها قيد أنم له حينما نحلق نقول الدعاء المأتور الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشكر الله تعالى على ما هدانا وبهذا نكون قد أتممنا العمرة ومن ثم نزيل عننا الإحرام ونلبس لباسنا العادي الجلباب أو الفقية ومن ثم نأخذ حياة عادية نحافظ على الصلاة في المسجد ولنا أن نتبضع في الأسواق هذا يسمى تمتع ننتظر حتى يأتي موسم الحج وقت الحج ونحرم من جديد بالحج ولكن جزاء ذلك علينا أن نقدم هديا للتمتع وهذا الهدي هو شراء كبش ودبحه طبعا لم يعد هذا الأمر ميسرا بسبب الإزدحام فهناك مبادرة قامت بها الدولة أن هناك إحدى الأبناك للتنمية يقوم بنياب عن الحجاج باقتناء الهدي ودبحه ويوزع اللحم على فقراء المسلمين وهم يقولون وكنا وتوكلنا يكفي أن نشتري قسيمة بتمن الهدي إلا كان الرجل مع زوجته له هدي وزوجته هدي هذا غير الأضحى الذي تركناه في بلادنا لأبنائنا ثم نستمر على هذا الحال وننتظر حتى يأتي يوم التروية هناك سوف يبتدئ الحج الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية هناك سوف نحرم من محل إقامتنا بمكة المكرمة وسوف نقوم بما قمنا به في العمرة لما كنا في المدينة نبدأ بتقليم الأضافر وحلق العانى ونتفي الإبطين ونغتسل ونتنظف ونتطيب ونتطهر ثم نلبس الإحرام رداء وإيزار ونتجرد من المخيط والمحيط وننتظر لما تأتي الحافلات تقلنا إلى مخيمات منا يوم التروية هو يوم فيه الاستعداد للحج الأكبر فنصلي الصلوات في وقتها مع الجماعة بالتقصير الظهر مع العصر الظهر في وقته والعصر في وقته كل صلة في وقتها ونملأ أوقاتنا بالتلبية نبدأ التلبية منذ صباح الثامن من دلحجة يوم التروية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم نملأ الوقت بالدروس العلمية معنا مؤطرون دينيون سوف نقيم دروس في العقيدة الإسلامية وعلم التوحيد وفي الفقه الإسلامي وفي السيرة النبوية وتفسير القرآن وفقه الحديث وفي التربية والسلوك وترقيق المواعد نملأ وقتنا حتى لا يكون هناك وقت فارغ وننتظر يوم التاسع للحجة بعد أن نصلي الفجر نندفع نحو عرفات نصل إلى عرفات وهناك سوف تقام الخطبة في مسجد نمرة نحن سوف نصلي الظهر والعصر بالتقصير جمع تقديم ونملأ وقتنا بالذكر وبالمذاكرة وبعد وجبة الطعام نستمع للخطبة إما من مسجد نمرة أو المؤطرون يقيمون خطبة في الخيام وأجل خطبة هي أن نردد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة التي تسمى خطبة حجة الوداع ننتظر حتى العصر ونقف وقفة العرفة فيها الدعاء والابتهال نستمر فيها إلى غروب الشمس وندعو الله دعاء شديدا لأن الحج كله عرفة هذا هو أهم وقت في الحج ثم بعد ذلك نواصل هذه العبادات إلى غروب الشمس ونندفع نحو مزدلفة كما قال الله تعالى فإذا أفدتم من عرفاتهم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكره كما هداكم في المزدلفة هناك جبل كبير يسمى المشعر الحرام مبارك هذا المكان وهناك خلاء كبير على مد البصر نستريح نضع أمتعاتنا ورحالنا ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ونجلس نذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا ونجمع الحجيرات الصغيرة التي سوف نرميها الجمرات هي بالعدد تقريبا حوالي سبعين حصات صغيرة بين الحمصة والفولة نجمعها لكي نرمي بها الجمرات النساء والعجزة ممكن أن يندافعوا بعد منتصف الليل لكن الذي يستطيع يبقى حتى الفجر فجر يوم العيد هو اليوم النحر نندفع جميعا نحو الجمرات ونصل إلى جمرة العقبة ونحييها بسبع حصايات بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر ثم نعود إلى خيامنا ويكون النحر للهدي هذا الأمر قامت به الوكالة ثم نقوم بعملية الحلقة أو التقصير الحلقة الأول التي قمنا به هذا الحلقة للحج نحلق أو نقصر والنساء يأخذنا قيد أنم له وبذلك نزيل عننا الإحرام نزيل الإحرام ولك أن تأخذ حمام بالصابون وبالشامبون وغيره وتستعمل العطر والناس يفرحون يلبسون الثيابهم الجديد ويتكلمون مع العائلة والأحباب يباركون لهم يوم العيد السعيد ويتبقى لنا الطواف والسعي لأن الطواف لقمنا به في الأول هو دل العمرة الآن يلزم طواف وسعي دل الحج إما أن نقوم به ذلك اليوم لمن تيسر له ولكن المجموعة نفضل حتى نعود جميعا إلى مكة بعد أيام التشريق ثم نؤدي طواف الإفاضة والسعي بين الصفة والمروى أيام التشريق أيام 11-12-13 من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه كل يوم نحيي الجمارات بسبع من الجمارات هذه العقبة فالجمرة الكبرى نرمي فيها سبع حصيات والجمرة الوسطى سبع حصيات والجمرة الكبرى سبع حصيات هذا في اليوم الحادي عشر ثم نعيد الكرة نفسها في اليوم الثاني عشر ونملأ الوقت كله بالذكر والمذاكرة وحينما نعود إلى مكة المكرمة ونستريح أنذاك نعيد نقوم بطواف الإفاضة سبع أشواط حول الكعب المشرفة وسلط ركعتين عند مقام إبراهيم والسعي بين الصفة والمروى سبع مرات ونكون بدلك قد أتممنا الحج العظيم الحج المبارك أتممناه فضلا من الله وإكرم نقوم بالطواف والسعي بثيابنا الإحرام سوف نتخلص منه يوم العاشر قبل الظهر نكون قد تخلصنا من الإحرام نلبس لباسا عادية وبعد ذلك يبقى عندنا وقت حر للتبضع لقضاء بعض الحوائج وننتظر حتى معاد الرحلة الرجوع إلى أرض الوطن هناك سوف يخبرنا المؤثرون الإداريون أن نستعد نجمع حقائبنا ويكون آخر عهدنا بالبيت أننا نقوم بطواف الوداع نطوف حول البيت سبعة أشواط طواف الوداع طواف الوداع ليس فيه سعي وإنما بعد أن ننهي سبعة أشواط نصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ونخرج من الحرم الشريف ونحن نودع الكعبة المشرفة ونردد قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ونكون بذلك قد أتممنا هذا الحج نسأل الله أن يكون حجا مبرور وسعيا مشكور وذنبا مغفور وتجارة لن تبور كرام وبهذه المناسبة السعيدة يطيب لنا أن نذكر بمضامين الرسالة الملكية السمية التي وجهها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة الميمين برسم موسم الحج لهذه السنة فقد ذكر صاحب الجلالة أنه جريا على السنة الحميدة التي انتهجها بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين والساهر على صيانة المقدسات وتعظيم حرماتها في مخاطبة كافة الحاجات والحجاج في كل موسم من مواسم الحج أن يعرب للجميع عن تهانيه باستفاء أركان الإسلام بالحج إلى بيت الله الحرام وعن خالص الدعاء لهم بسلامة الذهاب والإياب وتحقيق الرجاء في تحصيل المغفرة وحسن الثواب صاحب الجلالة ذكر في هذه الرسالة أنه يحمد الله تعالى أنكشف عن هذا الوباء الذي ضرب العالم كله فأخذنا نستعيد تدريجيا تقاليدنا الدينية والاجتماعية متمسكين بالاحترازات الوقائية وبالتدابير الصحي اللازمة وأضف صاحب الجلالة مذكرا بقول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وبناء على هذه الآية الكريمة دعا صاحب الجلالة الرعاية الأوفياء بالالتزام بأحكام هذه الفريضة وذلك بالقيام بالأركان والواجبات والسنن والمندوبات والتقاء المحذورات وأكد جلالته حافظه الله تعالى أن المطلوب من الحجاج التزود بالتقوى أي إخلاص النية في أداء المناسك واستحضار المثول بين يدي الله في خشية وخشوع وثوبة نصوح وتجرد من كل مظاهر الأنانية والرياء والتحلي بمكارم الأخلاق في موسم عظيم يجتمع فيه المسلمون من كل الأقطار للتعبير عن أمرين عظيمين هما جوهر الإسلام أولهما توحيد الله رب العالمين بما يدل عليه هذا التوحيد من عقيدة وقول وعمل وهو ما يظهر في الإحرام والتهليل والتكبير والاستغفار في كل مناسك الحج والثاني هو الاعتصام بحبل الله المثين مهما اختلفت شعوب المسلمين وألسلتهم ومشاربهم مجسدين معنا الوحدة والمساوات ونبدي التطرف والخلاف والمباهات ثم أضف صاحب الجلال أنه ما الدخول في الإحرام بخلع الملابس المظاهر الدنيوية والتجرد منها والاستغراق في التهليل والتكبير سوى دليل على ما ينبغي أن يتحل به الحاج في هذا المقام وما ينبغي أن يتجلى في سلوك الحجاج من خلع المظاهر الدنيوية والتحل بالأخلاق العالية والتسامي عن الشهوات وسفاسف الأمور وعن الخلاف والنزاع المقاعين في المحضور ففي الحج وعبادة العمر تتجلى مقاصد الإسلام كلها في إخلاص التوجه إلى الله وحده وإظهار الوحدة والمساواة بين المسلمين والإندماج والتعايش بين شتى الأجناس والشعوب في كل المواقف والمشاعر في الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفة والمروة والوقوف بعرفات في أكمل مظاهر الخشوع والخضوع لرب العالمين واستشعار الوقوف بين يديه يوم الجزاء إضافة إلى ذلك ذكر صاحب الجلالة السادة الحجاج بأن يتذكر دوماً أن أداء مناسكهم مع هذه الجموع الغفيرة يقتضي منهم التحلي بالصبر وضبط النفس وقوة التحمل وتجنب كل ما من شأنه المس بقدسية هذه الفريضة مصداقاً لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزوده فإن خير الزاد ثقوى والتقون يا أولي الألباب كما دع صاحب الجلالة أن يحرص الحجاج على القيام بهذا الرقن الرقين على الوجه المطلوب واغتنام أوقاته في الذكر والاستغفار ولسيما على صعيد عرفات يوم الحج الأكبر لنيل الجزاء الأوفى مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وأضاف صاحب الجلالة مخاطباً الحجاج الميامين فقال لقد أصدرنا تعليماتنا إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ليواصل جهوده المحمودة في توفير شروط الرعاية ومظاهر العناية بإقامتكم في الديار المقدسة للأداء الأمثل للمناسك بما يستلزم ذلك من تأطير متكامل دينياً وإدارياً وصحياً ومواكبة كل الأشواط التي يمر بها الحجاج فعليكم أن تتعاونوا معهم في تحقيق هذه المطالب باحترام التعليمات والتنظيمات المتخدة في الحل والترحال وبالانضباط معهم في كل وقت وحين كما ندعوكم إلى احترام التدابير والتنظيمات التي اتخذتها سلطات المملكة العربية السعودية لتنظيم هذا الموسم العظيم بأمر سامن من خادم الحرمين الشريفين أخينا الموقر الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الذي لا يألو جهداً في خدمة ضيوف الرحمن جزاه الله خير الجزاء ومتعه بالصحة والعافية وطل العمر وأضاف صاحب الجلالة مخاطباً حجاج بيت الله الحرام ولا يفوتنا أن نذكركم معاشر الحجاج والحجات وأنتم بتلك الديار المقدسة وفي ملتقى عظيم يضم عامة المسلمين من شتى بقاع العالم أن تمثل بلدكم المغرب أفضل تمثيل وذلك بإعطاء الصورة المتلى عن تشبع الشعب المغربي بالتسامح والاعتدال والالتزام بالوحدة المذهبية والأخذ بالوسطية ونبدي التطرف كما ندعوكم لإبراز مدى حرصنا منذ أن قلدنا الله قيادة شعبنا الوفي على جعله نموذجاً يحتذى به في تمثيل الإسلام السني الوسطي منهجنا في ذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ولن يتحقق هذا الإشهاد على الناس المطلوب من كافة المسلمين إلا بالوسطية ونبذ الغلو والتطرف فكونوا معاشر الحجاج سفراء لبلدكم في تجسيد هذه القيم المتلى والتشبت بهويتكم الثقافية والحضارية ووحدتكم الوطنية والمذهبية كما أضاف صاحب الجلالة مخاطباً الحجاج الميامين قائلاً إن في مقدمة ما تتطلع إليه أنفسكم وتهفو إليه أفئدتكم لهو زيارة الرودة النبوية الشريفة بالمدينة المنورة والمثول أمام قبر خير الأنام جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وإنه لموقف مهيب يغمره الخشوع لدى كل قلب منيب والغاية منه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكل توقير وإجلال ودعاء وابتهال فإذا دعوتم لأنفسكم ولدويكم في هذا المقام الشريف وفي غيره من المقامات وفي مقدمتها وقوفكم بعرفات الذي يستجاب فيه صادق الدعاء وخالص الرجاء فلا تنسوا الدعاء لملككم الساهر على أمنكم وحماية حوزتكم ووحدة وطنكم بما يشد أزرنا ويسدد خطانا على طريق تنمية المغرب وإسعاد شعبه والتراض تقدمه وأن يقر أعيننا بولي عهدنا صاحب السمو الملكي الأمير المولى الحسن وبسائر أفراد أسراتنا الملكية الشريفة وأن يشمل برحمته ورضوانه روحي جدنا ووالدنا المناعمين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني جزاء وفاقا على ما حققاه للمغرب من حرية واستقلال ونغضة في كل مجال وفي الختام يضيف صاحب الجلال قائلا نجدد لكم معاشر الحجاج والحجات دعاءنا الموصول لكم بالحج المبرور والسعي المشكور والجزاء الموفور وتحقيق ما ترجونه لأنفسكم من أداء هذه الفاردة المباركة من خيري الدنيا وخير الآخرة والعودة إلى وطنكم سالمين غانمين إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلك كانت هي مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حافظه الله ورعاه إلى حجاج بيت الله الحرام لهذه السنة نذكر بمضامينها حتى تبقى هذه التعليمات والتوجيهات راصخة في الأذهان وحاضرة في الأنفس والقلوب حتى ننتفع بها ويكون الحج إن شاء الله تعالى على خير ما يرام حجا مبرور وسعيا مشكور ودنبا مغفور وتجارة لن تبون هذا اللقاء التواصلي مع حجاج بيت الله الحرام طرح عدد من السادة الحجاج والسيدات الحجات عدد من الأسئلة يرمون من خلالها التعرف عن الحكم الشرعي الصحيح المبني من الكتاب والسنة وكان من أبرزها أولا السؤال هل ينبغي أن حج كل سنة وهل من حج سبق لو أن أحج هل له أن يحج مرة ثانية الجواب على ذلك أن الحج هو واجب مرة واحدة في العمر لكن إذا تطوع المسلم وحج مرة أخرى أو مرت متعددة فهذا يكون بالنسبة إليه تطوعا منه له فيه الأجر والثواب الكثير وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة يرشدهم فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال صحابي يا رسول الله أيجب الحج علينا كل عام مرة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعاد الرجل سؤاله مرتين ثم نظر إليه النبي الكريم فقال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فالحج هو واجب مرة واحدة في العمر لكن من أعاده مرات أخرى كان له تطوع وله الأجر والثواب الجزيل سؤال آخر وهو متى يجب الحج على المرأة وهل يلزمها محرم ولو كانت الرفقة آمنة الجواب على ذلك أن المرأة يجب عليها الحج إذا كنت قادرة على ذلك بامتلكها للنفقة وكذلك إذا وجت محرما يحج معها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم فلابد أن يكون هناك محرم مع المرأة خصوصا إذا كانت لا تزال شابة والسلطات السعودية الآن وضعت السن 45 سنة لابد أن يكون للمرأة محرم إما زوجها وإما أبوها وإما ابنها فإذا تجاوزت هذا السن تكفي رفقة آمنة لأن تكون لك سعاء غير حائب وتكون كبيرة السن ولا يخشى عليها الفتنة ولكن إذا كانت لا تزال في راعان الشباب أقل من 45 سنة فلابد من محرم وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتمت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة وحدها وليس مع محرم فقال صلى الله عليه وسلم اترك عنك الغزوة وانطلق وحج مع امرأتك فالنبي الكريم أهاب بهذا الرجل أن الغزو لغم أنه جهاد تركها وقدم عليها الحج مع مرأته يرافقها لكي تكون نفقتها آمنة دل هذا على أن المرأة لا يجب عليه الحج إلا إذا كان مع هذا محرم يستطيع أن يحفظها في سفرها ويقوم عليها في شأنها سؤال آخر إذا توفي الإنسان وكان قيد حياته صحيحا سليما ولكنه لم يحج رغم أنه كان قادر فالهذا يأثم أم لا الجواب أن من كان قادرا على الحج ولم يحج فهو آثم لأن الله سبحانه وتعالى رغب في أن نتنافس في الخيرات وأن نبادر للمكرومات وكره الله تعالى إن بعات الناس وطبطهم وقيل قعدوا مع القائدين هذا مكروه للغاية فإذا قدر أن الإنسان مات يجب على ورثته أن يقوم بالحج عنه أحد أبنائه أو بناته يسعى لكي يقيم عليه هذه الفريضة خصوصا إذا كان عنده المال وإذا تعذر ذلك ممكن أن نجد من نوكله على الحج عنه إذا كان الذي سوف نوكله يقوم بعمل تطوعي له الأجر والثواب الكبير فإذا قدر أنه يحتاج إلى المال نعطيه من مال التركة من قسمة التركة نأخذ من ماله على قدر الحج ثم نعطيه لمن يوكله عليه ويؤدي هذا الحج وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة قتل إن أمي لم تحج أفأحج عنها فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أو لا فمن متى وهو قادر على الحج ولم يحج فإنه يحج عنه من ماله أو نوكل غيره يحج عنه تطوعا وله الأجر والثواب بإذن الله سؤال آخر أن الإنسان إذا كان مريضا وأرد أن يحج ولكنه يخشى على أنه يصاب بشدة المرض ويسئ طريح الفراش ويحبس ماذا عليه أن يفعل الجواب على ذلك أنه من حق المريض إذا شك في قدرته على الحج أن يشترط على الله ذلك أن صحابية اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معرضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني فللإنسان المريض إذا كان عنده مرض شديد ويخشى أنه لن يستكمل شروط الحج يهل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو يقول لبيك اللهم حجة ويشترط على الله أن محله حيث حبس إذا أصابه مرض شديد وصل طريح الفراش وبذلك يصح حجه بإذن الله تعالى سؤال أخر وهو حول عرفة يقول هذا السؤال لماذا سمي جبل عرفة بعرفة وأيضا ما فضل صيام يوم عرفة وهل للحج أن يصوم يوم عرفة الجواب على ذلك أيها الأحبة الكرام أن يوم عرفة سمي بذلك قيل لأن جبريل عليه السلام كان يعلم إبراهيم الخليل المناسك في تلك الأيام في عهد إبراهيم عليه السلام لأن الحج قديم قدم البشرية فلما كان جبريل يعلم إبراهيم الخليل أحكام مناسك الحج يقول له هل عرفت فيقول عرفت هل عرفت نعم عرفت فسمي عرفة وقيل بأن سمي الجبل عرفة لأنه لما هبط آدم وحواء من السماء من الجنة إلى الأرض تاه بعضهما عن بعض وبقي مدة طويلة يبحث آدم عن حواء وحواء تبحث عن آدم إلى أن وصل إلى هذا الجبل يسمى جبل الرحمة وهناك تعرف آدم على حواء وتعرفت حواء على آدم فسمي الجبل عرفة تعرف بعضهما على بعض لأنهما كان يقولني الدعاء المأثور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وعرف هذا صعيد عظيم ومبارك ويومه وصيامه يكفر السنة التي قبله والتي تليه هذا فض عظيم من فضائل الأعمال قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده هذا حديث صحيح رواه مسلم فعلى كل مسلم أن يحرص على صيام هذا اليوم الكريم لأن فيه المغفرة وفيه الثواب وفيه الأجر والحاج هو يستثنى من الصيام كما يستثنى المسافر والمريض يستثنى من صيام يوم عرفة فيكفيه أن في عرفة يذكر ربه ويكتر من التضرع والخشوع إليه من العصر إلى غروب الشمس نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم وافر الأجر والثواب في صيام وفي القيام يوم عرفة سؤال آخر في القرآن العظيم صورة بكاملها تسمى صورة الحج لماذا سميت بذلك؟ وجه تسمية هذه الصورة بصورة الحج أن الله تعالى ذكر فيها كيف أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بالدعوة إلى الحج في البيت الله الحرام وذكر ما شرع للناس يوم من نسك تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع فهي صورة مباركة حالي من أن نقرأها ونفهم معانيها ونستوعب مقاصدها لأن تتكلم عن هذا النسك العظيم وكيف شرعه الله تعالى والكثير من الأحكام والفضائل والمنافع المرتبطة بالحج كلها تم توضيحها وبيانها في صورة الحج في صورة مباركة معظمة جدير بالحاج والحاج أن يقرؤوها ويفهموها ويستوعبوها نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك سؤال آخر يقول ما محضورات الإحرام الإحرام لما يلبس الإنسان ذلك الثوب الأبيض وكذلك المرأة لما أيضا تحرم ويتم الوضوء وصلاة ركعتين وأقول لبيك اللهم بحجة أو بعمره أكون قد دخلت في الإحرام فهذا علي أن أنتبه لبعض المحضورات لا أقع فيها من بينها إزالة الشعر من جميع البدن بلا عذر وكذلك قصة الأظافر أو خلعها من اليدين أو الرجلين بلا عذر وكذلك تغطية الرجل رأسه بالعمامة أو الطاقية فلا بد أن يعري رأسه كذلك لا ينبغي للرجل أن يلبس المخيط عمدا والمخيط كالقميس والسراويل والقفازات المرأة أيضا لا ينبغي لها أن تلبس النقاب أو تلبس القفازين فهذا محضور في الإحرام كذلك يمنع استعمال الطيب لما نكون محرمين ليس هناك طيب ولا رائحة زكية ممكن أن نستعملها ففي الحج اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم كذلك لا ينبغي عقد قران أو عقد نكاح أو الإشارة بعقد نكاح أو قران فأنت في إحرام عليك أن تكون كلك قلبك وفكرك وعواطفك مع الله تعالى أيضا لا ينبغي قتل الصيد سواء كان بري كالضباء والأراني والحمام أو غيرها فلا بد وكذلك المؤذي وربما رخص فيه العلماء إذا كان حية أو كان عقربا أو غير ذلك فالإنسان ينتبه في الإحرام حتى لا يقع في بعض المحضورات فإذا وقع فيها فعليه أن يكفر وتكفرها إما إطعام ستة مساكين وإما دبح شات وإما صيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم كرام في ختام حلقة هذا اليوم نرفع أكفة الضراعة إلى البار عز وجل أن يفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة اللهم يا رب تقبل منا العمل الصالح اللهم اجعل هذا الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور والتجارة لن تبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبث أقذامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين هم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا رب العالمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا ولا عيبا إلا سترثه ولا هم إلا فرشته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بثقواك ولا تجعلنا بمعصيتك مطرودين وردنا بقضائك وبارك لنا في قضرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ألبسنا العافية حتى تهنئنا بالمعيشة واختم لنا بالمغفرة حتى لا تدرنا الدنوب اللهم واكفنا كل هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك اللهم يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين نعود بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا حنان يا منان إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا أجمعين اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إن نسألك خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم احفظنا بالإسلام قائمين يا رب واحفظنا بالإسلام قاعدين يا رب واحفظنا بالإسلام راقيدين يا رب ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظ هذا البلد احفظ بلدنا المغرب واجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلد المسلمين اللهم كثير خيراتنا اللهم وسع أرزاقنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم زدنا خيرا ولا تنقصنا أبدا اللهم يا رب وشافنا وعافنا وداونا اللهم احفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم متعه بالصحة والعافية وتمام العافية اللهم أصلح به وعلى يديه اللهم أقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن اللهم أنبته نابة حسنة اللهم يا رب يا كريم شد أزره بشقيقه الأمجد المولى الرشيد وبسائر أفراد أسرته الشريفة اللهم احفظ هذا البلد واحفظ جميع البلاد الإسلامية وأعيد أمتنا إلى سابق عزها وسالف مجدها يا من قلت وقولك الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس اللهم اجعل أمتنا الإسلامية خير أمة أخرجت للناس ألف بين قلوب أبنائها وارفع رايتهم عالية وقوهم يا رب العالمين واجعلهم يدا واحدة وكلمة واحدة وقلبا واحدة اللهم واختم لنا بالحسنة اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين